اشتركوا في القناة وتمنيات جلالته لجميع منتسبي وزارة التربية والتعليم دوام التوفيق والنجاح في تأدية مهامهم وواجباتهم بما يتوافق مع رؤية الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق أهداف رؤية البحرين 2030 وبحث سموه مع الوزير السبل لمواصلة تطوير الأنشطة الطلابية من خلال تنفيذ البرامج المتنوعة التي تهدف إلى تشجيع طلبة المدارس على المشاركة الحقيقية في هذه الأنشطة بما فيها الرياضية والذي ينعكس على تطوير الرياضة المدرسية لتكون قادرة على تشكيل فرق لتمثيل المملكة في مختلف المشاركات الخارجية ووجه سموه وزير التربية والتعليم لدراسة مقترح إدراج لغة الإشارة ضمن الأنشطة الطلابية والذي يهيئ البيئة الملائمة للطلاب من ذوي العزيمة استغلال هذه اللغة في المشاركة الفاعلة في مختلف البرامج والأنشطة مشيدا سموه بجهود الوزارة لتهيئة الطلبة والطالبات في بيئة تربوية شبابية تعمل على تعزيز دور الطلاب في المشاركة والتفاعل والذي يسهم في أهمية مواصلة العطاء ويدفعهم نحو إطلاق العنان لطاقاتهم وقدراتهم التي تثري الحركة المدرسية من جانبه أربى وزير التربية والتعليم عن تقديره للجهود والدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ خالد بن حمد للحركة الرياضية وهو ما يسهم في تبني العديد من البرامج المتنوعة التي تخدم هذا القطاع ويسهم في تطوير منظومته وأكيدا أن وزارة التربية والتعليم ستسخر كافة الإمكانيات لدعم جهود سموه في تنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها أن تسهم في تطور الأنشطة الطلابية المختلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر